مسلسل البطل في رمضان 2025 بدور أحداث مسلسل البطل بإحدى المناطق الشعبية حيث تشتعل الصراعات بين مجموعة من الشخصيات بمحاولة للسيطرة وفرض النفوذ العمل ببرز صراع معقد بيعكس الواقع الاجتماعي والإنساني وبيجمع بين دراما قوية وأحداث مشوقة بيشارك بالبطولة النجم القدير بسام كوسا والنجم يفرح بسيسو حيث رح يقدموا أدوار جديدة تحمل طابع مؤثر ومختلف كما أنه بيشارك بالعمل النجم الواعدة نور علي واللي بتبرز بقوة بدور البطولة النسائية لتشكل حضور لافت إلى جانب طاقم العمل المميز إلى جانب بسام كوسا وفرح بسيسو ومحمود نصر ونور علي بضم المسلسل نخمة من أبرز الممثلين السوريين منهم خالد شباط ونانسي خوري وحسين عباس ووسام رضا وجرجة جبارة وغيره من الأسماء يلي بتضيف ثقل درامي كبير للعمل وهذا الشي بعزز من ترقب الجماهيد لهذا المسلسل المنتظر المسلسل مستوحى من فكرة الكاتب الكبير ممدوح عدوان مع سيناريو حوار من كتابة درامي كوسا واخراج الليث حجه المشروع بدأ عام 2003 إذا عمل عدوان وحجه على تحويل نص مسرحي لعمل درامي تلفزيوني لكن بعد وفاة عدوان عام 2004 توقف التحضيرات لفترة طويلة وبتصريحاته الأخيرة كشف المخرج الليث حجه أنه النص يلي نسجه عدوان بيحمل رؤية استشرافية للأوضاع الاجتماعية والسياسية بالمنطقة وبيتناول تحديات الشعوب من خلال قراءة عميقة للمستقبل وأضاف حجه منحاول اليوم تقديم العمال بأمانة لرؤية عدوان مع إبراز الأضايا الإنسانية والاجتماعية اللي للساعة حاضرة عام يجري تصوير البطل بأرياف مدينة اللاتقية وهذا الشي بيطفي على العمل وبعود بصري واقعي وبيعكس البيئة الاجتماعية اللي بتدور فيها الأحداث إذ مخرج اللي يضحجه شارك متابعينه صور من مكتبه أثناء التحضيرات مشير إنه المسلسل بيمثل فرصة لأحياء رؤية عدوان العميقة وتقديم دراما قريبة من واقع الشعوب وتحدياتها من المتوقع أنه يكون مسلسل البطل أحد أبرز إنتاجات الدراما السورية للموسم القادم خصوصي بفضل النص العميق والفريق المميز اللي بيعمل على تقديم عمال بيحمل بطياته رسائل إنسانية واجتماعية بتعكس واقع المنطقة وبتقدم رؤية درامية بلمسة مميزة بتجمع بين الماضي والمستعبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر